إذا الدنيا بزينتها تنادر وصمت هواك يتعو للفساد إذا الشهوات في الخلاوات جالت وصار حرامها سهلا وثارا إذا الشهوات في الخلاوات جالت وصار حرامها سهلا وثارا معاك الله رددها أبيا معاك الله أن أهدو شقيا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة معاذ الله هذه صرخة المؤمن في كل يوم في رمضان وفي غير رمضان في الصباح وفي المساء في وجه المعاصي والآثام اليوم أتحدث عن موضوع الزنا هذا بده صرخة صرخة وإي صرخة الزنا هو اقتران رجل بالمرأة من غير عقد شرحي من غير عقد نكاح للأسف هذا شيء الآن صار مفضوح ومكشوف ما كان في بلادنا هذه الآثام قبل الأزمة الآن شيء يندى له الجبين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أتى شاب نفسه تراوده بالحرام قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا هو عرفان أنه هالموضوع خطير وكبير ونهايته ليست سليمة لكن يريد أن يأخذ ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم لعله يجد له مخرجا قال أئذن لي بالزنا فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى اجلس إدام مني وهذا نداء نداء للآباء نداء للمربين نداء لكل إنسان يعني حول منه شباب أو فتيات بدك تخاطبهم بالحنان بالعطف بالحب بالشفقة أدناه وأجلسه بجنبه هلأ صار في مخاطرة روحية قال له أترضاه لأختك كل إنسان نحن الآن بدنا أنخاطب كل إنسان وقع في هذا الذنب وفي هذه المعصية وفي هذا الإثم أترضاه لأختك قال لا قال أترضاه لأمك قال لا قال أترضاه لعمتك لعمتك ما خل واحد العلم للنساء عمتك وخالتك النبي يقول له كل مرة والناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين العقل وبين الروح في الخطاب عندنا النبي عليه الصلاة والسلام حط إيده على صدره قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجح طبعا خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأبغط شيء له في الدنيا على قلبه والزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هالشباب والفتيات والمجتمع والحالة التي وصلنا إليها جعلت الناس يغوصون في هذا الوحل حبائبنا الكرام في الجاهلية هند بنت عتبة لما عاهدت النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة على الإسلام عاهدت النبي على شهادة أن لا إله إلا الله أن لا تشرك بالله شيئا وأن لا تسرق وأن لا تزني لما النبي عن إلا وأن لا تزني قالت يا رسول الله أهو تزني الحرة امرأة هاي بالجاهلية أبل خمسة عشر قرن أو تزني الحرة نحن عم نسمع هلا في زوجات عندهم أولاد عند بنت عمره سبتعاش وطمانتعاش وستعاش وخمسة وأربعة ضعف إيمانها وضعفت نفسها فأخطأت من عف عن الحرام رزقه الله عز وجل الحلال وفي قصة يوسف لنا مثل لما صرخ الصرخة وقال معاذ الله في وجه زليخة أتته أتته راغمة عف عنها فأتت راغمة فأتت زوجة فأتت بعد سنين وإيام وربما زهد بها لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن أنا بدي أحكي شغلتين نحن في عنا مشكلة مع الشباب ومع الفتيات ومع الرجال ومع النساء المشكلة الأولى هي النظر والمشكلة الثانية هي الخلوة وهي هي بوابة بوابة الزنا شوف الإنسان اللي زنى ما فيه أعيد بإلك كلام يعني صداقة ويعني هيك فنجان أهوة مين قال لك ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما في عندك أنت مبادئ أنت اللي عندك مكتب أنت اللي بدك تروح تعد في مقصف أو كذا وهي هلأ صارت يعني شغلة مفضوحة كل الحوادث حفظوها الأبيات الشعر أين أن حافظها وكان عمري يمكن سبع سنين ولكن اعملوا بها كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر حريقة يعني بتاكل آلاف الهكتارات ماس كهرباء صار مدري بأنه ماس كهرباء كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتري هل السهام إذا فات على الألب شو بسهر بدمره يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالنظري هل البيوت مو خربانة مو خربانة البيوت نحكي بصراحة هذا الزوج اللي عئنه لبرة ما انتزعت علاقته مع زوجته من أفا النظر والمرأة اللي أطلقت لنفسها إن كان الخلوة بعدين بتصل لمكان لا تراجع فيه مين الخاسر الخاسر الطرفين لكن الخاسر الكبير هو المرأة شوفوا أخوان الكرام الرجل الحاجز بينه وبين الزينة ما خافت الله المرأة الحاجز بينه وبين الزينة مو مخافة الله فيه جزء كبير مخافة الله هو الفضيحة والعار بلك بصير عار يعني نحن مجتمعات شرقية وفي مبادئ وفي دين وفي إسلام وفي آيات وفي شرع هاي الشغلة ما لدوة إلا أنه نحن نخاف الله نخاف الله مخافة يعني لأنه من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير دراهم شو دوا الدوا دوا موجود الدوا الصيام الدوا غض البصر الدوا أنه ما تجلس إذا نحن من نطلق لنفسنا العنان هاي أوروبا هاي أوروبا صلوا ماشيين على عقليتهم الحرية والانفتاح وعدم الضوابط ما تصفى عندهم رجال ما تصفى عندهم ذرية ما تصفى عندهم أسرة ونحن إذا ننظل ماشيين بهالمنوال هيك ننصير اللي مين هو الخاسر الخاسر الأكبر المرأة نحن عم ندافع عن المرأة وعن حقوق المرأة الرجل لما بيروح وبيزني بده يرفع مستوى العنوس في المجتمع هاي المرأة الطاهرة اللي قاعدة في بيتها من يأتيها إذلك هذه المرأة التي تشارك في فعل الفاحشة وفعل الزنا هذه تؤثر سربلا على المجتمع وعلى مثيلاتها من الأنثى فلنتق الله عز وجل فلنتق الله الزنا الله عز وجل ما قال لا تزنوا لا ولا تقربوا الزنا شو يعني لا تقربوا يعني كل شي مقدمات المقدمات هاي الخلوة والنظر هلا بيطلع لك على هاتفك الجوال ممكن نتعارف بلش أول شي بوردة ومعدين نحط فيس فيه ابتسامة ايه وبيصير موعد وبرمضان يا ما أتتني أشياء زنا في رمضان لك اين تبدأ توب الله عليك لك عم تزني في رمضان كلها سببها وسائل التواصل كان الأمر صعب كان الواحد يبعث رسالة يكتبها ويبعثها بالنقيفة بالمطاطة هلا ما في لا مطاطة ولا نقيفة لو كانت بشرق الكرة الأرضية بأقل جزء من الثانية تصل النبي عليه صلى الله و سلام حسمها قال أما أنا فلا أصافح النساء لأن المصافحة في وراها قال كان في بياع بطيخ كل ما يسلم عليه واحد ما يرد السلام قام اجا واحد قال له السلام لالله قال له معرف السلام لالله شو بدك تجي تعلمني السلام بس أنا ما عم رد على الناس السلام لأن السلام بجر كلام والكلام بجر بطيخ يعني بجي لعنده صاحبه السلام عليكم إلو عليكم السلام شلون البطيخ مع أنه ما طلع البطيخ لسا شو بدك لو خود بطيخة كمان في الحديث مع الأنسة كلام 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 نصيحة لكل من يشاهد ويستمع لمن يجلس الزنا مو بس هو الزنا يعني أن يقع رجل بامرأة كما يقع الرجل بزوجته بعقد شرعي زن له مقدمات ما وصل الإنسان له إلا كان في من هو سهل له أول وحدة فلتتقي الله الفتاة في لباسها في عطرها في حشمتها في كلامها في تواصلها ليش حضرتك أنت تصطنعين الكلام الناعم في الحديث مع الناس وأنت ليست كذلك إن كنت كذلك وليس ولا يعني أنت خلاف هذا الحال تخي الله ولا تخضعن بالقول في نصي فيطمع الذي في قلبه مرض نحن بمجتمع مجتمع ذئاب هاد أعزب وهاد امطلق زوجته خرجتي أنت متعطرة يطمع الذي في قلبه مرض كل هذا الكلام حفاظا على كيانك سأحكي لكم حكاية قصة صغيرة قرأتها أنا في أحد المقالات بدون أن أسميها المرأة كان هناك امرأة مغنية وراقصة عندها من المال ما لا يعد ولا يحصى في مصر في آخر القرن الثامن عشر وأول القرن التاسع عشر يقال أنه في زمانها لم يكن هناك إنسان يركب سيارة إلا الملك فؤاد أقول الملك فاروق وهي مال كانت تغني وماشي وسهر وخمور وتعرفون ما يعني إذا فيها سهر وخمور شو فيها الشغلة الله يتوب علينا نحن لا نتهم الناس صار عمره خمسين خمسة وخمسين سنة خلاص مع معد حدا يعني له فيها مصلحة كبرت سنها عند عشرين فيلا بدأت تلعب بالقمار يلي بيجي بالحرام بيروح بالحرام على ظرف أربع سنوات لم يبقى عندها عقار إلا عقار تستأجيره ببقية مال عندها ماتت تلك المرأة سمعوا فيها بعد يومين ما في مين يدفنها وصل الخبر لشوفير كان عندها على هاي السيارة يعني من عشرين ثلاثين سنة فتصدق صدقة من أجل تكفينها وترتيب تجهيزها لدفنها شو طلعت من الدنيا وين الفلال وين الملايين وين ولا تقربوا الزنا شوفوا الآية إنه كان فاحشة وساء وساء سبيلة هاي هي نحن من أولها معاذ الله نداء للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء اللي بيحسين يتزوج هاد حصن حصين ومن لم يستطع فعليه بالصوم الصوم مو بس الصوم يعني الصوم مثل صوم رمضان بدك تصوم عن النظر حضرتك أنت كل يوم أعد لي أربع ساعات على الفيسبوك من فيديو لفيديو كل فيديو بيخلي الإنسان بلا عقل الإنسان لما بتقوم شهوته بيفقد ثلثي عقله هاي من زمان أما هلأ على الـ ما حد صف عقل ما حد صف عقل لا رجال ولا نساء فلنتق الله في أنفسنا التي ملكنا الله إياه نحن برمضان برمضان قبل ما نصوم عن الحلال عن المي والتمر والعصير خلينا نصوم عن الحرام لا ما في فيسبوك ألا وقت الصلاة والعبادة وقت القرب من الله عز وجل وقت الاكثار من الطاعات الزنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون لما ذكر الزنا قال ولا يزنون الآية بالإسراء ولا تقرب الزنا أعوذ بالله وهي الشغلة ما بتجي إلا من رفيء السوء أسأل الله عز وجل أن يجعل بيننا وبين الحرام حاجزا إذا هيك الإنسان يعني جاء الشيطان وسول له فليتذكر يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة